شادي تحياتي من محافظة الفيوم وكما تعلم فان الفيوم بتتميز بتناوع فريض من المقاصد السياحية والترفيهية اللي بتتمتع بيها واللي ايضا بتجذب اليها العديد من السكان ليس فقط في منطقة شمال الصعيد ولكن ايضا من محافظات الدلتا وايضا من اقليم القاهرة الكبرى بتتكلم عن السبع سوائي عن بحيرة قارون عن قصر قارون ايضا عن محمية واد الحتان واد الريان يعني الزائر هنا بيأتي ايضا ويجد متعة مصحوبة برحلة ثقافية ايضا ممتعة له ولكامل افراد اسرته وبالتالي فانه كل هذه عناصر الجذب هذه وضعت ايضا محافظة الفيوم ضمن اهم الجهات السياحية الداخلية التي بيقصدها المواطنين في خلال عطلة عيد الاضحى المبارك وايضا لذلك تكثف الجهات هنا جميع الجهات المسؤولة عن كل هذه المقاصد السياحية من جهودها لاستقبال المواطنين ويعني اعطائهم انطباع افضل وانطباع ايجابي ايضا عن المحافظة السكرتير العام هنا في المحافظة ينضم الينا الان عن الهواء هو دكتور محمد ابو غنيمة برحب بحرك يا دكتور في هذا المكان وهذا المكان هو كورنيش باغوس تم افتتاحه في الخامس عشر من مارس الماضي في اثناء الاحتفال بالعيد القامل المحافظة حضرتك اعطنا بعض التفاصيل عنه اولا طبعا هو ده يعني مشروع كويط جدا لشباب اهلا بكم الاول هنا في محافظة الفيوم ومشرفيننا وطبعا احنا بنتمنى ان شاء الله تكونوا معنا على طول كده وانا انا متأكد انتم معنا على طول يعني طبعا كورنيش باغوس طبعا ده مكان على بحر يوسف ومكان متميز جدا حضرتك طبعا هو متكلف لحد النهاردة 900 الف جنيه هنعمل مكان لتشغيل الشباب طبعا لساس الدولة والساسة فقامة الريس والسيد محافظة الفيوم ان شاء الله باذن الله هنعمل هنا اماكن وتم فعل اعلان عنها في شباب محافظة الفيوم على ان هما يكون فعلا شباب يعملوا مشاريع صغيرة لبأكلات ساخنة وبردة وفي حاجات كثيرة جدا ان شاء الله وهيبقى مكان متنفس كويس جدا ده واحد بس من ضمن اكتر من عشر اماكن ان شاء الله هيبقوا في محافظة الفيوم لشباب واخدمة شباب محافظة الفيوم وان شاء الله يكون خير على مصر كلها ان شاء الله باذن الله لكن يا دكتور يعني هذه المنطقة التي تم تطويرها هنا على الكورنيش تقريبا هي أقل من 300 متر هل سيكون هناك مشروعات ممتدة على كامل الكورنيش؟ إن شاء الله رب العالمين هي فيه أماكن كتيرة جدا وإحنا بدأنا فعلا نشتغل فيها وإن شاء الله دي البداية وبإذن الله في جاي خير إن شاء الله في اللي جاي بإذن الله في بعض الأماكن وفي مفاصل المدينة بحيث أن الأماكن برضو يكون فيها الناس بتتحرك وبتيجي وبتقعد فيها بحيث أن برضو الشباب يلاقوا شيء يمنتج لهم وإرشي يجي لهم برضو يعني عشان خاطر ربنا وفقهم إن شاء الله في اللي جاي بإذن الله اليوم هو اليوم الثاني يا فنم في عطلة عيد الأضحى المباركة وربما ثالث أيضا يعني ما أهم الاستعدادات وأهم المبادرات التي قمتم بقى هنا في المحافظة لتيسير الرحلات الثقافية والترفيهية على المواطنين هو فعلا إحنا عندنا محافظ ما بينهمش حد يعني فالدكتور أحمد الأنصاري قاعد بقى هو كده يعني من يوم من قبل العيد بأسبوع بالزبط أو عشر تيام شغالين للنهار مرور على كافة الأماكن بنكلم الجزارين ونفاهمينهم وفعلا بنغرامهم لهو دبح خارج السلخانة احنا عندنا 13 مكان مدبح خاص بالدبح لفترة العيد والحمد لله رب العالمين تم وصلنا لحد 200 حالة دلوقتي النهاردة لحد النهاردة لحد دلوقتي حوالي 200 حاجة يعني كلها مثلا بقر وجموس وحاجات مندي وإن شاء الله في اللي جاي برضو احنا شغالين للفترة بتاعة العيد كلها بدون مقابل بدون أي حاجة بدون رسوم خالص فتحنا برضو دلوقتي المنتزهات للناس وحب أطمن كل شعب مصر أن الفيون ما عادش فيها غير حالتين اتنين النهاردة البيان جايلي حالتين اتنين وده بفضل برضو تعب الزملاء كلهم مع المحافظ مع كل إصطاف الطب يعني بصراحة هنا ووزارة الصحة كامل حالتين كورونا حركتوسط حالة واحدة بس في الحجز وحالة واحدة حجري بس وحالة واحدة في بيته يعني معجول في بيته بس والحمد لله ده شيء كويس جدا يطمئن لده برضو من أن احنا بنتابع كويس جدا وشباب البلد وأهل البلد نفسهم برضو مصرين على أن هم يساعدوا معانا في أن هم برضو لبس الكمامة والاتفاق على أن تكون الأمور ماشية زي على نصابها بإذن الله في اللي جاي بإذن الله ونعيش حياة كويسة في اللي جاي كفاية بقى هموم من هذا المرض اللي عين يعني فضلكم أيضا على أنت فنم أنه خلال عطلة إيد العطحة هناك كل الحضائق العامة مفتوحة مجانا للمواطنين كل الحضائق هنا مجانا للمواطنين وإحنا فتحناها طبعا عشان الحمد لله رب العامين النهاردة الأمور تمام يعني الحمد لله مفيش النهاردة حالة غير الحالتين بتوع النهاردة دولي وإن شاء الله بإذن الله في خلال إسبوع أو كده هتكون سفر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بحيرة قارون يا فنم واحدة أيضا من أهم المتنزهات اللي بيقصدها المواطن خصاصا اللي بيأتي من محافظات أخرى يعني بعيدا عن الفيوم إيه أهم الإجراءات اللي حالكم متابعين هناك أيضا على فكرة بحيرة قارون كانت فيها نسبة الملوحة زيدة جدا وكانت برضو كان فيها مشاكل كتيرة الحمد لله شغلنا في المعالجة السلسية للمية اللي فيها علشان خاطر يبقى نسبة السمك والصيدين يشتغلوا تاني يرجعوا تاني لشغلهم تاني لأن فعلا ما كانش فيها كان السمك كانوا نعادن تماما السيد المحافظ من فترة من أول مجهة التعائد مع استشارية ما شاء الله عليها يعني بدأت تتابع الحالات اللي فيها داخل بحيرة قارون والحمد لله رب العالمين بدأت يبقى فيه إن شاء الله هيبقى فيه نشر سمك فيه كتير وهيبقى فيه حاجة كويسة أما من ناحية المشاريع إحنا دلوقتي حاليا بنتابع كافة المشاريع اللي هي السياحية على هذا في مدمار أو فيه على شاطئ البحيرة وإن شاء الله اليوم اللي جاي بإذن الله هتلاقي فيه تقدم شديد جدا في هذا الأمر يعني إن شاء الله المحميات الطبيعية أيضا هل يستطيع المواطن الآن أن يدخلها يعني بشكل عادي؟ آه ما عادش فيها مشكلة خالص والحمد لله في الفترة اللي جاي هتلاقي فيها أكتر وإقبال شديد حتى من القائرة ومن أماكن تانية من حافظات أخرى إن شاء الله وأيضا منطقة السبع سوائي واحدة من أهم دلوقتي فيها النهاردة إحنا بنشغالين فيها والحمد لله اتخذت على 25 سنة من الشرطة وإن شاء الله بدون المحافظة ما تدفع حاجة فيها إن شاء الله رب العالمين هي هتتاخد فترة والمحافظة لها جزء من الأرباح وطبعا هيبقى شيء لائق بمحافظة الفيوم لأن ده هو مزار سياحي ومزار مشهور جدا من عشرات السنين فإن شاء الله هيكون حاجة لائقة لأبناء الفيوم اللي هم ناس يستهلوا يكون لهم كل يوم حاجة جديدة إن شاء الله دي أفنم عن المشروعات السياحية بشكل عامل اللي بتجري يعني في الفيوم هل أيضا أغفلنا أي جانب آخر تريد حركة أن توضح للمواطن إن شاء الله بنعمل محور دلوقتي عشان خاطر يريح المسافرين دلوقتي ده دار رماض محور ممتاز جدا وده هيوفر حوالي ربع ساعة من السفر وده هيبقى حاجة جديدة محور جديد خاص بأبناء الفيوم بحيث إنهم ما يتعبوش في السفر وهيبقى فيه محاور أخرى تانية وتم تغيير برضو محور بجوار السوائي برضو هيبقى فيه مكان متعدل تاني جديد بحيث إنه برضو يسهل عملية المرور إن شاء الله رب العالمين شكرا جزيلا سيد سكرتير عام محافظة الفيوم كان معنا من هنا من هذا الكورنيش كورنيش بأغوص الذي تم افتتاحه قريبا منذ عدة أشهر وتحدث معنا شادي في مختلف جوانب الاستعدادات وعمليات الاستقبال للمواطنين من داخل ومن خارج المحافظة للتمتع بوحدة من أهم المقاصد السياحية في محافظات شمال الصعيد هي محافظة الفيوم وأطلعنا على العديد من التفاصيل وطبعا فإن الحدائق العامة هنا في محافظة الفيوم ستبقى مفتوحة حتى آخر أيام العيد مجانا للجمهور وكذلك أيضا شواط بحيرة قارون أعطى أيضا السيدة المحافظة تعليماته بأن لا يتم تحصيل أي مبالغ أو أي رسوم من أي مواطن فيه أثناء عطلة عيد الأضحى لإتاحة فرصة أكبر بالطبع للمواطنين للتنزه والتمتع هناك على شواط البحيرة إليك شادي أنا بشكرك محمد بوعيتة مراسل الأكسترانيوز والشكر موصول طبعا لضيفك الكريم